اشتركوا في القناة المقاولات المغرب اطرح سؤال على كاتبة الدولة في هذا المجال ما هو المضامن المقترح الذي اعطيته شكرا على هذا السؤال هو احنا الاقتراح جاء على اطر الورقة الطريق الذي اخطى صاحب الجلالة اليوم والذي اعطتنا 12 مدن الكفاءات والمهن والذي في الاطار ستكون ان شاء الله خمسة المعاهد الصناعات التقليدية وهذا تعطينا طريقة جديدة للتعامل مع التربية والتكوين كذلك في الصناعات التقليدية وكذلك نفسر اشنا هو هذا الجديد هو الحكامة خاصة هذا الحكامة التي ستكون في هذه المعاهد مختلفة على الحكامة التي كانت اليوم في المعاهد العادية التي كانت عند الوزارة لأنها ستكون مختلفة لأنها ستدخل في تسير هذه المعاهد ستدخل المهنين ستدخل الخواص وستدخل الجهة وهذا تسير يعني بأن المرضودية تشغيل هذه الشباب التي ستخرج تكون تقريبا مضمون لأن المهنين الذين يخدمون معهم والذين يخدمونهم يكونوا مسؤولين لا على تكوين ولا على الخريطة الخريطة ديال التعليم يعني قلنا لماذا في هذه المعاهد التي كانت اليوم يدخلوا كذلك تقول هذه المنظومة الحكامة الجديدة قبل 2021 لماذا نتسلنا لأنها ستكون فيها معاهد جديدة نخدمها بعد هذه المعاهد التي كانت وندخلوا إلى هذه المعاهد التي تكون ما بالجهة وما بالمهنيين وما بالوزارة لأنه سنعرفوا بأنه التكوين اليوم والتعليم راولا مختصاص لجهات يعني نستابقوا الأمور أولا اليوم موضوع التكوين والتأهيل في صناعة تقليدية هو من المشاريع المهمة ونحن في برنامج جنا التنموى للقطاع والنهوض بالقطاع استرنا موضوع التكوين مباشرة بعد موضوع الحكامة يعني عندنا في المخطط ديالنا للعمل رقم واحد الحكامة النهوض وحكامة القطاع كل شيء غير في المجال التكوين ولكن في جميع مجالات الاشتغال ديالنا والهدف الثاني عندنا هو التكوين والتأهيل النهوض بالرأسمال البشري المشتغل في هذا القطاع اليوم كان عرفوا بأنه كان واحد المستجد كبير وهو فتح ورش ديال مدن ميهن والكفاءات واللي الصناعة التقليدية ستحضى بإطار هات 12 مدينة الصناعة التقليدية غتكون موجودة في خمس مدن يعني مراكش جهة مراكش وجهة أقادير سوسماسا أقادير إذن هات حضور الصناعة التقليدية في هات خمس مدن وهات مدن الميهن والكفاءات هي مشروع يقوده جلالة الملك حفظه الله برؤية حكيمة تقوم على الالتقائية بين المختلف المتدخلين وعلى مقاربة جديدة في التقوين لأننا كان عرفوا أن اليوم موضوع التكوين وموضوع ديال تقييم مستمر فاليوم نحن بصدد موضوع الذي ستعتمد على مقاربة الالتقائية بين المتدخلين يعني بين الفاعل الحكومي وبين الفاعل المؤسسات الجهوية وبين كذلك الفاعل المهني المقاولات والفاعلين في القطاع على المستوى الجهوي يعني هذا التصور نعتقد بأنه سيعطي أحد الخطوة متقدمة بالنسبة التأهيل والتكوين في موضوع السنعة التقليدية وبالنسبة لنا اليوم القطاع يتوفر على 850 مركز 850 مركز رقم مهم يلقين ما نقولوش يدرس ولكن يلقين 60 حرفة تقريبا 60 حرفة على المستوى الوطني واليوم لكن هناك في إطار الاشتغال على هذا المنظوم لدينا مبرمج 12 إحداث جديد مراكز جديدة معاهد متخصصة 12 معهد متخصص كان قصدو بمعهد متخصص أننا سنتقل من ديبلوم تقني فقط إلى ديقني متخصص يعني ما بعد البكالوريا في الصناعة التقليدية وهذا الأمر بالنسبة لنا أمر مهم لأنه نتج على واحد سنوات دي المشاورات تعطتنا لهم هذه النتيجة مع باقي القطاعات الحكومية وغيرت أهل المتدربين دي الصناعة التقليدية أنهم يكونوا تقني متخصص مما سيؤهلهم إلى ولوج الأكاديمية لأن القطاع عنده أكاديمية التي تشرف عليها وزارة الأوقاف عبر مسجد الحسن ثاني يعني مسجد الحسن ثاني اليوم كذلك عندنا يعني قلت كان الإضافات عندنا 12 إضافة إحداث جديد و12 يعني معهد متخصص في إطار هذا 58 وعندنا واحد الموضوع المهم جدا اللي هو 12 تأهيل يعني للتأهيل في إطار هذا التأهيل عندنا معهدين أخذيناهم كنموذج هذين النموذجين كان نشتغلوا على حكامة جديدة وانطلقت في إطار تحدي الألفية مشروع تحدي الألفية بشاركة مع تحدي الألفية يعني في نسخته الثانية وتم اختيار في إطار المستر اللي تعتمدت في المغرب تم اختيار معهدين من الصناعة التقليدية اللي هما المعهد دي الفاس والمعهد دي المكنس وهذا صراحة من المعاهد القبرى واللي كتحضى بوحد الاهتمام وكتلقى انحراف مهمة جدا فهذا المعاهد اليوم طريقة تدبير ديالهم وطريقة الحكامة ديالهم اختلفت يعني بدينا في التطبيق العملي وهذا التجربة ان شاء الله بعد نجاحها سوف تعمم في باقي المعاهد معاهد فنون الصناعة التقليدية على مدى تقوم هذه التجربة هذه التجربة تقوم على نظام جديد في الحكامة في الحكامة كان ضمنه في الحضور كان المؤسسات يعني المؤسسات اللي هي طبيعة حال الوزارة واللي هي الشركاء المحليين وكان كذلك المهنيين داخلين في المجلس الإداري هذا التصور جديد كان تشتغل عليه بواحد نوع يعني جدا محدود ولك اليوم دخلنا في هذه التجربة والآن يعني الاشتغال على قدم وسق من أجل إنجاحها سواء في فاس أو في مكناس ونحن نتتبع هذه التجربة ونتطلع إلى نجاحها ونجاحها سيكون مناسبة لتعميمها على 12 معهد في فنون صناعة تقليدية التي تتوفر عليها الوزارة إذن نحن واعون بموضوع الحكامة نحن واعون بأن النهوض بمنظومة التكوين في الصناعة التقليدية اليوم لم يعد واحد الأمر الحفاظ على موروثنتق الآيدي الحفاظ على صناعة تقليدية تطوير صناعة تقليدية في المغرب اليوم رهين إلى حد كبير بتطوير رأس مال البشري والحفاظ يعني على التكوين دير هذا الرأس مال لأنه هων من يقل الحبر في الأشياء لأنه بهذه الطريقة هذه الضمان التكوين جيد ستضمنح الأشياء اللي كان أعتقد أنها مهمة جدا الأمر الأول هو الحفاظ على الحرف لأن الحفاظ على الحرف يكون عبر التكوين المسألة الثانية تقل له أهمية وهي ضمان التشغيل هذا قطع يشغل 20% من الساكن النشيطة هذا قطع عنده مؤهلات أنها تجوش فاصلة 3 المليون اللي كانت تكلموا عليها اليوم أن تضاعف أنا في تقديري ممكن لها تضاعف ويمكن لها تكون محط ديال تعاون دولي متميز لأنه تجربت نفس صناعة تقريدية مطلوبة للمستوى الدولي اشتركوا في القناة